معنا سؤال بيولي السلام عليكم أنا دايما أثناء الصلاة أسرح وفكري يخرج عن الصلاة ومهما استعزت بالله لا أستطيع أن أبعد عن ذهني الأفكار حتى إني أنسى أنا في ركعة في أي ركعة وكثيرا ما أظل أقرأ الفتحة أو التشاهد مرات عديدة حتى أعقل ما أقول ولكن لا فائدة تعبتي من كثرة ما أشعر به أن صلاتي لن تقبل فماذا أفعل؟ نبطل وسوسة اللي حضيرك قلتي دا كله أمارات الوسوسة اللي حصل أن فيه شوية مفايم تدخله مع بعضهم كده منها مفهوم أنت قلتي أن أنت بتحاولي تبعدي الأفكار عن ذهنك دا فيش كده وأن أنت كمان بتنسي أنت في أي ركعة وأن أنت بتظلي تقرأ الفتحة والتشاهد مرات كتيرة عشان تقدري هوا هنا بقى عشان تقدري تعقلي ما تقولي هذه المدخل اللي حصلت أن الصلاة حصل لك وسوسة في الصلاة منها اللي هو مدخل إيه؟ نفسك الأمارة بالسوق لعطتك لأن الوسوس دا مش زي ما الناس فهمة أن الوسوس دا نقصد بيه الوسوس اللي بيحصل للإنسان دا اللي هو سعاد بيوصل للوسوس القاهري دا مش جاي من الشيطان دا جاي من النفس اللي هو الوسوس القاهري دا اللي ليه درجات بيحصل إيه؟ أن نفسك الأمارة بالسوق تقولك ليس للمرء من صلاتي إلا ما عقلة منها وانت لم تعقلي شيء من صلاتك إذن لازم تظلي تقولي الله أكبر الله أكبر أشهد 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 أه إيه اللي حاصل لأن إحنا وبيحد بيقول لنا إلا ما عقل منها يعني إلا ما أخلص فيها وإلا ما فهم وإلا ما ذاق لا إحنا هنصلي وما نفتحش باب الوسوس على أنفسنا وعسنا نصلي وإحنا مقبلين على الله وندخل على الله سبحانه وتعالى من باب ماذا؟ من باب الكرم لكن بالطريقة دي إحنا بنفتح على نفسنا باب الوسوس طب نعمل إيه عشان نتخلص من باب الوسوسوس ده؟ هنعمل الإجراءات التلاتة الجاي أول إجراء أول حاجة لا نكرر يعني لو قلت الله أكبر وحاسس أنه أنا ما عقلتش الله أكبر أكمل صلاتي إيه ده؟ أنت بتقول لنا ما نعقلش في الصلاة أنا ما قلتش كده أنا قلت لك لا تقف لتستجيبة للوسوس كمل يبقى أنا ابتدت معك من أول الصلاة هو تاني حاجة لما نيجي نقرأ الآيات نقرأها بتؤدى ناخد نفسنا ما بين الآيات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم كده لكن ما جيش بقى أقول إيه؟ هو أنا قرأت بسم الله الرحمن الرحيم ولا لا؟ بدل وصلت للآية اللي أنا فيها دي الوقتي بالنسبة للسائلة اللي بتسأل بدل وصلت للآية اللي أنا فيها دي خلاص أنا قرأت الآيتين اللي قبلها ليه؟ مش ممكن ما أنا مش عامل اللي ممكن ما حد بيتوسس مش هخلي الممكن واقع لا حضرينيك تفضلي كملي يبقى هو بقول الله أكبر مرة واحدة ولا أكرر وأخذ نفسي ما بين الآيات الحاجة الثالثة كمان إن أنا مش محتاج إن أنا أصارع الأفكار ما تصارعيش الأفكار ولكن استمري في الصلاة استمري في الصلاة لإن أنت بتصارع الأفكار عشان تعقلي ما في الصلاة لا استمري في الصلاة ولا تتوقفي بالثلاث حاجات دي أنت هتتخلصي من الصراحان والوسواس اللي عندك ده لأن أنت كل ما بتقفي مع الوسواس كل ما الأمور بتزيد عليك